اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاحترام ووجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات السيادة الذي تكرسه القوانين والاعراف الدولية مشيرا الى ان المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية التي تفرض عليها احترام وحماية الصفارات المتواجدة على طرابها مهما كانت ظروفا وزاد البيانة الجزائرية ان الجزائر تدين باشد العبارات عملية السلبة الموصوفة هذه كما انها تندد بقوة بلا شرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضوة في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية وخالص البيان الى ان الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائلة التي ترها مناسبة كما سيتم اللجوء الى كل السبول والوسائل القانونية المتحة سيما في اطار الامم المتحدة من اجل ضمان احترام مصالحها نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء